بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضاء مبارك ونسأل لكم العافية إن شاء الله بعض الأحيان يضع المدرب اللاعبين بأربعة مثل أو ثلاثة الواحد خلف الآخر يعني ما يضعهم مدافع يمين وجناع هم ذول التسعة والسبعة والثنين ومنها العشرة جاءت الاساغ العشرة والدعش والثلاثة زين يصفهم صف واحد خلف الآخر زين وفي مدافع عنده كرات يحاول يلعب الكرة الأول واحد طبعا ما بيناتهم مسافة واحد خلف الآخر مسافة نصف يارده فيلعب أول كرة لأول لاعب أول لاعب بالوان تاتش يلعبها للجانب ينطلق لها اللاعب الثاني اللي هو السبعة السبعة بالوان تاتش يلعبها للجناح ينتقل لها اللاعب رقم ثنين فيكون تبادل كرة لكن الثلاثة واحد خلف الآخر فالسبعة يخرج من خلف التسعة مباشرة للكرة اللي يلعبها شوفها رقم الثنين اللي يلعبها اللاعب تسعة والثلاثة يوقع تركض ماله الثنين يوقع تركض ماله يطلع للكرة اللي يلعبها سبعة منطقة جانب ثلاثة يلعب كرة عكسية وتسعة أو سبعة يهاجمون الكرة تحت الضبط اللاعب المدافع اللي يلعب الكرة اللاعب المدافع اللي يلعب الكرة في اسلوب تدريب كرة قدم يعتبروها فقدان الكرة هو فقد الكرة لعبها المدافع لكن المهاجمين حصلوها وبنهوا الهجوم السريع من اليمين من اليسار مدافعين وضع ثلاثة يبدلون مكاناتهم بعد ذلك جيب الأبيض عملهم مدافعين واخذ الأزرق عملهم مهاجمين وفعل ما تشاء من أجل أن يكون هذا التمرين متغير في مراكز اللاعبين يعني إحنا لا وضعنا اللاعبين مثلث ولا وضعنا اللاعبين كل واحد بمركزه وضعنا اللاعبين بمكان واحد الواحد خلف الآخر الجهة الأخرى يكون عشرة ودعش وثلاثة يكون تدريب تخصص عالي هذا واحد اثنين أقول أنا لنفسي لماذا لا يأتي بستة وثمانية أضعهم هنا فمن هذه المجموعة تعمل التمرين يدخل ثمانية كثالث فيصرون ثلاثة ضد واحد وإذا دخلت الستة وثمانية ثمانية مع هاي المجموعة يشتغل والستة مع هاي المجموعة يشتغل أقدر أسمح لمدافعين بالدخول هنا فتصير ثلاثة ضد اثنين هذا هو التدرج في زيادة ما يعرف بضغط الفعالية أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية وقبل الفطور الآن نضح هذا التمرين فقط أنبه إلى مسألة مهمة ليس في كل الأحوال أنت محتاج إلى أن تضع اللاعبين في مراكز ومدرب الرابط على الهدف لا أنا دائما أضع اللاعبين ككتلة واحدة وأخذ لهم يتحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصلاة على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة